تيجي الهيئة تبدأ توريلك تقرير لطيف جداً يجي يقولك بص تعال نشوف إرادات قناة السويس بتاعتنا واللي تفضل طول عمرها بتاعتنا من 2008 لحد 2014 كانت ايه؟ وتعال نشوف إرادات قناة السويس من 14 لحد دلوقتي بقت ايه؟ طيب تعالى آه يا سلام عليك يا زيما انت مدلع مزيع ويحب مزيع نخرج اللي يحب مزيع ويدلع طبعا ده أنا عندي نسبة زيادة 8% قبل ما نعمل قناة السويس الجديدة وبقولك بنعمل لأن احنا استثمرنا فيها فلوس مش احنا عملنا الشهادات دي؟ يبقى احنا بنعمل وفيه إخواتنا وأهلينا وأصدقائنا شاركوا فيه حفر هذه القناة وبنائها وتكريكها وتجهزها والعمل فيها حتى هذه اللحظة يبقى احنا شاركنا في القناة دي بتاعتنا بأدينا من ساعة ما تعملت لحد دلوقتي من يوم ما اخترعوها كده في القرن 19 لحد النهاردة قبل قناة السويس الجديدة اللي هو 2008-2014 كانت عدد السفن هنا بقى بص على الأرقام يا سلام جميلة 125 ألف سفينة طيب قبل قناة السويس الجديدة أو بالأضاق تعالي بقى بص من 16 ل 22 بقينا ايه بقى؟ 135 ألف سفينة يعني فيه فرق عشر تلاف سفينة ده كده على أعداد السفن طيب أنا أعتقد عندنا أرقام تانية مش كده ولا ايه؟ طيب تعالي بقى نشوف بقية الأرقام ما يزيد على 8.2 مليار طن مقابل 6.2 مليار طن خلال 2008-2014 الفرق قد ايه؟ 2 مليار طن نسبة الزيادة قد ايه؟ 32% يبقى 32% في أوزان الحمولات 8% زيادة في أعداد السفن كل ده رغم تحديات تحدي الكورونا اللي كان العالم كله بيتكلم عنه الركود اللي حصل وقف حركة التجارة الدولية في العالم بنسب ضخمة جدا طيب نخرج من الكورونا نجد الحرب الروسية الأوكرانية تحدي أكبر وأكثر شراسة إلا أنه تستمر قناة السويس في النمو والتنامي وتحقيق الطفرات في حصيلة الإراد في أعداد السفن في أوزان الحمولات في غواطس السفن إلى آخره تحقق أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة إجمالي إرادتنا من بعد ما حفرنا القناة يعني من 16 41.7 مليار طب قبل 35.4 مليار اللي هي من 8 ل 14 كده نسبة الزيادة قد ايه بقى مولانا 17.8 من 10 أنا ما حبش الكسور قول 18 في المية